رغم تراجع أسهمه وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حملته الانتخابية أملاً بتقليص الفارق مع أقرب منافسيه لولا دا سيلفا الذي يتقدم عليه بما لا يقل عن عشرات نقاط بحسب استطلاعات الرأي أنا واثق من أننا قريبون جداً من الفوز في هذه الانتخابات من الجولة الأولى فوز لولا دا سيلفا يوم الأحد غير مستبعد لكن هذه النتيجة قد تتأثر بها مش الخطأ بحسب استطلاعات الرأي ما يعني إمكانية الدعوة إلى جولة انتخابية ثانية في الثلاثين من الشهر الجاري فرضية يعززها انقسام الشارع البرازيلي خلال سنوات التي كان فيها لولا رئيساً دمر البلاد وسرق الكثير حزب العمال هو نقابة إجرامية ويمثل بولسونارو نهاية ذلك الرئيس البرازيلي الأسبق لم يخفي خشته من أن يتسبب منافسه في اضطرابات في حال هزيمته في الجولة الأولى خاصة وأن بولسونارو شك كاميراناً في نظام التصويت الإلكتروني وعليه لم يستبعد محللون أن يدعو بولسونارو أنصاره إلى النزول إلى الشارع ليكرر السيناريو الأمريكي في إشارة منهم إلى اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ممنى الكونغرس احتجاجاً على خساراته الانتخابية